قال رئيس تركي رجب طيب أردوغان إن منع إدخال الطعام والشراب إلى دولة قطر هو عمل غير إنساني وغير إسلامي أضاف أردوغان خلال كلمة الله أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية أن قطر ليست دولة تقدم الدعم للإرهاب بل هي أكثر دولة تعاونت مع تركيا في مكافحة ما يسمى الدولة الإسلامية كما أكد أردوغان أنه يتوجب على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن يحل هذه الأزمة بصفته قائد أكبر دولة خليجية مضيفا أن إظهار قطر على أنها دولة مذنبة لا يخدم المنطقة قطر ليست دولة تقدم الدعم للإرهاب بل على العكس تماما إنها أكثر دولة تعاونت بشكل حازم مع تركيا على مكافحة تنظيم داعش الذي تسبب بالكثير من الدمار والألم في بلادنا إن حملات الإفتراء لإظهار قطر على أنها دولة مذنبة لا يخدم المنطقة إنها أكبر 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 شكرا